بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المغر تفجر مفاجأة أنا عن نفسي لا أعتبرها مفاجأة وأعتبر إن أمريكا هي مرتبة الموضوع من البداية لكن بالنسبة للمراقبين هم بيعتبروها مفاجأة عملتي المغر والشباب البرلمان بتاع المغر عرقل دخول السويد إلى الناتو خد بالك زمان كانوا عملين يقولوا تركيا هي اللي بتمنع توسع الناتو لأنها بتخدم روسيا ده كلام دول الناتو وتركيا هي اللي بتمنع دخول السويد للناتو عشان تجامل روسيا وتتبادل مع روسيا المصالح لها برضو كلام الناتو وشغلين على هذا المنوال وبعد ذلك زي ما انتم عارفين قبل حوالي كده اسبوعين ثلاثة أو أكتر شوية أردوغان مفاجأة الغرب بأنه هو كرئيس لتركيا وافق على أن السويد تنضم للناتو وكانت ديت في حقيقة الأمر مفاجأة بالنسبة للغرب لكن أمريكا عمل حساب أن أردوغان ممكن يعمل حاجة زي كده لماذا؟ لأن أردوغان نفسه مقتنع أن أمريكا مش عايزة السويد في الناتو إزاي الكلام ده؟ ما هو دخول السويد في الناتو معناها تصعيد الصراع مع الروس خد بالك السويد غير فنلندا فنلندا في نهايات البحر البلطيق وبالتالي لو دخلت الناتو هيصعب تسلحها يعني روسيا لن تكترف كثيرا أو يعني مش هيكون خطر عليها كبير إن فنلندا تنضم للناتو بقدر ما هو خطر إن السويد تنضم للناتو إيه هو الفرق؟ ركز معايا عشان الكلام الجالي اللي أقوله لك مهم جدا لو السويد مثلا انضمت للناتو سوف يسهل تسلحها من الناتو بسبب الموقع الجغرافي لكن فنلندا تنضم للناتو لن يسهل تسلحها أبدا فلما يحصل اتفاق في الخفاء بين الروس وبين الناتو إن فنلندا تنضم للناتو ولكن لا يتم تسلحها بهذه الطريقة يبقى الروس هيضمن وعمليا إن الناتو لن يسلح فنلندا أبدا وبالتالي تبقى هي ملهاش أي قيمة يعني هي في الناتو لكن في الحقيقة ملهاش أي قيمة ما هو بدون تمركز عسكري وبدون تسليح يبقى ما فيش أي قيمة من الناحية الهجومية طيب أمريكا تستفيد إيه والروس يعني بيضحوا عشان إيه الروس ممكن يضحوا من أجل التخفيف في أي بند من البنود وأكيد بيغضوا فوائد معينة ولا يتكلم عنها الإعلام لكن الأمريكان هيستفيدوا إن هما يبينوا أمام حلفائهم وأمام الشعوب بتاع حلفائهم وأمام الشعب الأمريكي إن هما قادرون على إن هما يفرضوا الواقع ويحموه والدليل العملي اللي أمريكا بتقدم لشعبها وللشعوب الأوروبية بتقولهم هذه فنلندا المجاورة للروس أو اللي هي في آخر البحر البلطيق هذه فنلندا أدخلناها الناتو رغم أن في الروس ودي هتبقى كمان فيها فايدة لفنلندا فايدة كبيرة لكن ما فيهاش أي فوائد للناتو الفايدة على الأقل مرحليا طبعا الفايدة الكبيرة لفنلندا أن روسيا مش هتعتدي عليها ويدي والمسألة دي طبعا واضحة وضوح الشمس لكن الناتو مش مستفيد أي حاجة مش هيقدر يعمل أي تمركز عسكري السويد بقى ممكن لو الروس فكروا أن هما يتفقوا مع الغرب على أن السويد تنضم للناتو ودون أن يتم تسلحها المشكلة هنا أن روسيا لا تضمن وفاء الناتو بالذات أن أمريكا والغرب غدروا بقربة شوف اللي اشترط عليهم أن هما ما يتوسعوش ناحية الشرق وقالوا نعم لن نتوسع ولا بوصة واحدة وبعد كده اشترط عليهم أن أي دولة كانت في حلف ورسو المنحل لا تضموها للناتو ووافقوا كمان على هذا الشرق وبعد كده أطاحوا بكلامهم وبوعودهم عرض الحائط ودخلوا العديد من الدول اللي كانت في حلف ورسو دخلوها الناتو وتوسعوا توسع شديد جدا حول الشرق لدرجة أنهم الوقت بيفكروا يغضوا أوكرانيا ولو نجحوا هيفكروا يغضوا بلا روسيا فروسيا سوف تتخوف من انضمام السويد للناتو وممكن يعني يحصل نوع من التهورات أو حتى الصراعات كل شيء وارد وجائز يعني يصعب التفاهم بينهم على هذه المسألة الوقت أمريكا عايزة تبين لشعوبها وللشعوب الأوروبية أن هي موفقة على انضمام السويد ولكن المعرقة للدنيا تركيا راح أردوغان صفعهم هذه الصفعة لكن أمريكا كتعمل حسبها يابو الأبطال وكانت بتدي أوامر للمجر من تحت الترابيزة أن انتوا تخليكم احتياطي لحسن أردوغان يوافق على دخول السويد الناتو ويعمل لنا مشكلة كبيرة ومش هنعرف نتصرف إزاي مع الروس في الوقت دوت وممكن الدنيا يعني تتقلب رأسا على عقب وبالفعل يا ابو الأبطال اللي حصل أن الوقت المجر بتدي رسالة للأتراك بيقولوا لهم يعني أن انتوا معرقلتوش دخول السويد للناتو احنا هنقوم بالمهمة ونعرقل دخول السويد للناتو يعني أمريكا في الحالتين هتبقى عرقلت دخول السويد للناتو من ناحية ولكن في الظاهر أن هي قدام شعوبها أن هي بتوسع الحلف ومش خايفين من الروس ومش خايفين من تهديد الروس يعني مسألة مكر مش أكتر من كده عايز ربط لك أفعال السويد اللي هما كانوا بيتذرعوا بمسألة الحرية الفكرية والأمور دية أن هما كانوا بيسمحوا بحرق القرآن واستفزاز الأتراك وحرق القرآن أمام السفارة التركية السبب الظاهر بتاعهم أن هما بيسمحوا بالحرية الفكرية لكن السبب الباطن هو وضع أردغان في مأزق يعني بيقولوله يا أردغان اوعى توافق على دخول السويد للناتو لأن السويد بلد لا تحترم الإسلام ولا تحترم القرآن وأنك إنت لو وافقت على دخول السويد للناتو يبقى أنت هتخسر شعبيتك في وسط العالم الإسلامي وهتخسر شعبيتك في وسط الأتراك المسلمين وهتخسر شعبيتك هنا وهناك وصورتك هتتشوه فأفضل لك يا أردغان وده لسان حال السويد طبعا فأفضل لك يا أردغان إنك إنت لا توافق على انضمام السويد للناتو وتطلع في صورة البطل ولكن أردغان رد لهم الصفعة كما أنتم شاهدتموا كده لكن أمريكا عملة احتياطها وعرفة إن أردغان عنيد ومكار وفاهم الألعيب والمؤامرات بتاعتهم وعنده جهاز استشاري قوي جدا وبيتلقى نصائح من الروس والصينيين فوق كل ذلك كمان ودي مسألة لا يستهان بها وبالتالي أمريكا كانت خايفة من الصفعة التركية فكانت محضرة الموضوع بتاع المغر إن لو تركيا ما عرقلتش دخول السويد المغر تعرقل دخول السويد أنا عايز أعرف المغر ليه تعترض أصلا على دخول السويد ما فيش أي سبب من الأسباب يخلي المغر تعترض على إن السويد تدخل لكن فيها عشرات الأسباب تخلي تركيا إن هي تعترض زي إن السويد بيحموا المنظمات الكردية المناهضة للأتراك هنا وهناك وبيدعمهم ماليا أو عندهم عشرات المطلوبين ومنع الصادرات اللي هي صادرات قطع غيار معينة عشان التسليح وكده فالسويد عملة مشاكل كتير لتركيا وعشان كده تركيا مسألة منطقية إن هي تقول أنا مش موافقة على دخول السويد لأن هم مش أصدقاء وهم شكلهم عدواني وكده ولكن المغر ما عندهاش أي سبب من هذه الأسباب وده يدي لك مؤشر واحد وواحد فقط إن المغر مش قرارها إنما هو في الحقيقة قرار أمريكي صرف إطمئن أردوغان ما بيديش خدمات استراتيجية بالمجان والخدمات الاستراتيجية اللي بيقدمها بيأخذ أدها وأكتر منها بالإضافة للمنافع الاقتصادية يعني أردوغان موظفهم على المزبوط سواء الاتحاد الأوروبي سواء الأمريكان والناتو وخلوني أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم